وفي آخر التطورات الميدانية في العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني تحقيق تقدم ومكاسب عسكرية في الجنوب وأكدت القيادة مقتلى وتدمير 35 وحدة من المعدات العسكرية في الجبهة الجنوبية مشيرة إلى أن وحدات الصواريخ والمدفعية قامت بأكثر من 350 مهمة إطلاق نار ما أدى إلى مقتل 58 من الجنود الروس والتدمير عدة عشرات من المعدات العسكرية من بين ذلك 9 دبابات و 17 مركبة وأربعة مدافع هاوزر